إلى الشأن السوري حيث أعلنت الخارجية الروسية أن هناك أسسا جدية للاعتقاد بأن مقاتل المعارضة المسلحة وخاصة تنظيم داعش متورطون في استخدام المواد السامة للأغراض الإرهابية وأعربت الخارجية في بيان عن أملها أن تأخذ البحثة الدولية بعين الاعتبار المعلومات المهمة التي قدمتها دمشق عن حالات استيلاء تشكيلات غير حكومية على منشآت صناعية تخزن فيها مواد تحتوي على الكلور وأن تقيمها منظمة حضر الأسلحات الكيميائية حق التقييم التصرح الروسي يتزامن مع اشتداد حمى تنحر بين جماعة مسلحة بما فيها داعش في القلمون وذرعى ودومة فيما الجيش السوري واصل عملية إكمال الطوق التام على الحلب استعاد الجيش السوري معمل الحديد وقسما من مخيم حندرات في الريف الشمالي لحلب في إكمال لعملية القزح الهاتفة لإكمال الطوق التام على المدينة وقالت مصادر ميدانية إن القتال في حندرات يسير من مبنى لمبنى وسط تقدم كبير لجيش السوري وسيطراته النارية على الموقف الميداني فيما نفذ الجيش قصفا جويا وصاروخيا كثيفا على مقرات المسلحين في حندرات والكاستيلو الطريق الوحيد المتبقي أمام المسلحين لحصولهم على الدعم اللوجستي القادم من الأراضي التركية والواقع تحت السيطرة النارية للجيش إلى ذلك وصلت وحدات حماية مطار ديرزور العسكري صد هجومات واسعة ينفذها تنظيم داعش للسيطرة على المطار وقال مظهر عسكري إن وحدات تمكنت من تفجير مدرعة داعشية مفخخة في الجفرة ودارت على الأثر اشتباكات امتدت إلى المريعية وحويج الصقر أدت لعشرات القتل الدواعش وأورد المرصد السوري المعارض ومقره لندن أن اشتباكات ضارية دارت بين جماعات موالية للتنظيم والجماعات المسلحة في محسة بجرود القلمون على الحدود مع لبنان أوقعت قتل وجرح بين الطرفين في اجتداد لظاهرة التناحر الشديد بين الجماعات المسلحة وصلت إلى ريف درعة حيث تصعدت حدة التناحر بين الجبهة النصرة ولواء شهداء اليرموك التابع للجيش الحر في ريف درعة الغربي أدت لمقتل أكثر من خمسين مسلحا من الطرفين فيما تجددت حالة الاقتتال بين جيش الإسلام بقيادة زهران علوش وجيش الأمة في دومة بالغطط الشرقية للعاصمة دمشق وقالت معلومات موثقة إن جيش الأمة نفذ هجوما على مقررات جيش الإسلام بعد تعرض بعض من قياديه للاغتيال على يد مسلحي زهران علوش وأسفر الهجوم عن قتل وجرح في صفوف الطرفين من جهة أخرى كثف الجيش السوري عملياته الجوية والبرية ضد الجماعات المسلحة في مناطق وجودها بينها إحباط هجومات واستهداف مقرات وتجمعات وكان أبرزها في حي جبر الدمشق ودارية وزبدين وزملكة في الغطط الشرقية وفي الرقة وريفي حمص وإدلب فيما رد المسلحون باستهداف الأحياء السكنية بالقثائف الصاروخية في حلب ودمشق